بسم الله الرحمن الرحيم محمدًا عبد الله ورسوله الذي حسنت أخلاقه فكان إمامًا للعالمين جميعًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا فَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أحبتي في الله إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه البشرية قدوةً إذا اقتفى العبد أثر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فسوف يتحسن خلق الإنسان وسوف ينهج منهج الآداب الشرعية ويكون قد سمى سمت أفعاله وأقواله عن الرباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذب نفوسنا يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة أي لكم فيه قدوة في أقواله وأفعاله في أخلاقه وتصرفاته في تعامله عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى حفنا على أن نقتدي بالصالحين من عباده ويرتقين فقال جل من قائد سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده اقتدي بهدى أولئك الذين هداهم الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهدات والصالحين وحسن أولئك وفيقا وقد حذرنا البالي سبحانه وتعالى من القدوات السيئة وضرب لنا أنثلة على أولئك فقال عن فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون نسأل الله أن يسلمنا من النار فهناك قدوات فاسدة لا ينبغي للمسلم أن يقتذي بها إلا أننا نعيش في زمن إن قلبت فيه الموازين فنسي كثير منها لا سيما من شباب هذه الأمة القدوات الرفيعة العالية السامية الشامخة من أنبياء الله ورسله ومن صحابة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام وبدأ شبابنا يقتدون بقدوات باطلة ليسوا أئمة في الهدى بل ربما تجد الواحد منهم إماما في الفسق والفتور وإذا ينبغي أن نصحح المسار وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى بأن نحفظ سير الصالحين وعلى رأس أولئك الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم تسليم فإن المعيار للإيمان أن يكون خلقك طبقا لخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جدت به وقد صحح هذا الحديث بعو أهل العلم وضعفه المعنى الآخر ولا شك أن فحواه صحيح فالمعنى سليم فينبغي أن نتقر النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة وقصوة في حياتنا اليومية فلا تجد شخصا في البشرية كلها لا تجد شخصا سوى الأنبياء والرسل قدوة كأولئك النجوم الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لإخراج البشرية من ظلمات التير إلى نور الهداية فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس قدوة في تبليغ الرسالة فحسب بل هو قدوة في الحياة اليومية قدوة في نومه قدوة في مطعمه قدوة في ملبسه قدوة في كلامه قدوة في صمته قدوة في مشيه قدوة في معاملته مع غيره قدوة كأب وكبن وكجار وكعم وكطريب بل حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام فهو قدوة في النور وفي أحسن المعاملة فأيتني برجل هو قدوة في شتى مدالات الحياة مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذه من دلائل النبوة لا يمكن لبشري أن يكون إماماً وقدوةً في جميع أحواله في صروره والغضب في حزنه وفرحه إلا النبي عليه أفضل الصلاة وأتى من تسليم ولكن كما أسلفت أعبتي إن من أسباب انتكاس هذه الأمة أن مر صلاة شبابها قد أصابها العطب فعرض أن تتجه قلوب أبنائنا وبناتنا إلى سير الأنبياء والمرسلين والصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما اتجهت قلوب شبابنا إلى الرياضيين والممثلين وما يطلق عليهم بالفنانين إلى غير ذلك من الأسماء لأئمة في الفساد والفجور في قطع الأرحام والكلام البذيء إلى غير ذلك من دركات الأخلاق السيئة نسأل الله السلامة والعالمية وإذا أردت أن تعرف معينها القدوة متى تسمى قد اغتديت بشخص أولا بأن تعرف أحوالها انظر إلى شبابنا كيف أنهم بعد المبارات التي شهدوها في الأسابيع الماضية كل إلى من رأيهم الله تعالى نسأل الله أن يرحمنا بواسع رحمته مهتم بسيار اللاعبين من أين هو؟ ماذا أصله؟ متى بدا يدعم؟ من الذي فعله حتى ينجح؟ يلهث وراء سيار اللاعب من اللاعبين وإذا سألته هل تبحث عن سيرة سيد الخلق وعبيد الحق عليه الصلاة والسلام بنفس النمط فإنك ستجد بولا شاسعة وفرقا كبيرا كأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس فيه خصلة مهمة ينبغي أن نبحث عنها فهذا هو المعيار الأول سيرة من تحفر وعن سيرة من تبحث إن كان السيرة لاعب الكرة دون أن تبحث عن سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم فاعلم أن في قلبك خدر بوصلتك فيها عقب فينبغي أن تجدد تلك البوصلة لتأخذك إلى الصراط المستقيم ثم بعد معرفة سيرة شخصك ومعرفة ما تفوق فيه من أمور يبدأ القلب يلهج بذيك لهذا الشخص اللهم عني قلوب لبك وبنبيائك ورسلك وبصحابة نبيك يتعلم القلب بمن يحب فتجد الشاب وحتى الكبير في العور الذي ناسي أنه يقترب من أجله رويدا رويدا يتحدد ليل نهار أرأيت كيف فعل أرأيت ماذا قال أرأيت كيف تصرر أرأيت أين ذهب أرأيت كيف يأكل أرأيت ماذا ينبس أرأيت ماذا قال وهكذا ليل نهار فحينما تسأل عن أي صحابي يتحدث أم عن أي نبي يتحدث أي شغف هذا من هي الشخصية التي سيطرت على قلب هذا المسلم الذي هو أحد الله جل وعلا فتجد أنه هذا الشخص تلك القدوة رجل بعيد كل البعض عن الله سبحانه وتعالى تصرفاته جلها معاص وذنور نسأل الله السلامة والعاكة ثم الدرجة الثالثة هي التشبه بهذا الشخص يمشي كمشيته يرحك كواهك يبكي كبكاب يفرح كفرع فإن سألته هل هي سنة وجدتها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الإجابة له هي سنة وجدها في كأس أوروبا فمذ أنه مستمع بها وهو يقتفي أثر ذلك الشخص اللهما ردنا إليك ربا جميلا أهذا تنصر الأمة بأن نبتعد عن القدوات الصحيحة السليمة وإن من تلبيس إبليس أحبتي تميع الدين بأن نلبس على قلوبنا وقلوب غيرنا ولكنه مسلم نعم إنه مسلم أو أصله من عائلة مسلمة وهو يجد الله وهل الدنيا لعب وله لكي نفوز في الجنة بل هي لعب وله يلهيك عن مصور إلى الجنة نسأل الله السلامة والعافية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه أي الذي يتأخر عن العمل الصالح الذي يقترف الذنوب والمعاصي لم يفيده نسبه فتجد بعض الناس تنظر أمه محجبة تدته معجبة نسأل الله أن يحفظها وأن يبارك فيها وأن يجعلها صالحة ويدخلها الفردوس الأعلى وهل نتحدث عن قدوة من النساء إنما تتحدث عن لاعب ما يقف بينا بجنب صاحبته وهو يرحك ويبتسم أهذا هو المسلم الذي ينبغي أن نقتذي به نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وهنا لا نريد أن نحكم على الآخرين بأن نجعل من الندى أفضل من غيرنا ولكن ليس قدوة القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي رضي الله عنه هو الإيمان التقي رحم الله علماء فإذن ينبغي أن نرجع إلى ديننا وأن نركز القدوات وأن نرصغهم في قلوبنا وقلوب ذرياتنا لكن كيف تنتظر أيها الأب أيها الأم كيف تنتظرون أن ينتظر ذرياتكم الصحابة قدوات والأب لا يتحدث إلا عن الكرة والأم لا تتحدث إلا عن ممثل في المسلسل ولا تجد لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا في المسرة متى آخر مرة أيها الأب أيها الأم التي فيها قرأتم سيرة علم من أعلام هذه الأمة متى آخر مرة تحدثتم عن صفات صحابي من الصحابة متى آخر مرة قرأتم آيات وفسرتموها آيات عن نبي من أنبياء الله ورسوله إذا لن تتغير هذه الأمة أعبة إلا إذا قمنا قمنا بتصحيح البرصلة بأن تتجه إلى القدوات الصحيحة الفاضلة التقية النقية وأما إذا بقينا ننهج وراء ونهر الوراء قدوات باطلة فأن يسمح الله هذه الأمة أسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى وأن يملى قلوبنا حبا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنه وليذلك والقابر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ترعه داع سبحانه وعطاني اللهم سبحانه أعطاني tracked uns den ابن Portal Command صلى الله عليه وسلم als Vorbild so sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Gesalc Unamb итог ist für euch ein gutes Vorbild und Allah subhanahu wa ta'ala ermahnte uns dazu gute Vorbilder zu nehmen in welcher sagte jene sind es التي الله رشت geleitet hat. So folge ihrer رشتلات folge ihnen wähle sie als Vorbild für dein Leben. Und Allah سبحانه وتعالى warnte uns vor falschen Vorbildern. Und ein Beispiel ist für عون. So sagte Allah سبحانه وتعالى und wir haben sie zu Vorbildern gemacht, die zur Hölle aufrufen und am Tag der Auferstehung erhalten sie keinen Beichstand. Wir haben sie zu Vorbildern gemacht. Dies bedeutet, Allah hat dies zugelassen, dass Firaun einen freien Willen hat oder die anderen, die vom geraden Wege abgekommen sind, nicht dass Allah sie gezwungen hat, obwohl sie nicht wollten, diesen falschen Weg einzuschlagen. Nein, Allah ist gerecht und zwingt keiner Seele das Schlechte auf. Jede Seele ist für sich verantwortlich. So heißt, so bedeutet die Aussage und wir haben sie zu Vorbildern gemacht. Also wir haben zugelassen, dass einige Menschen durch freien Willen, durch ihren freien Entschluss Vorbilder wurden für das Schlechte. Also, liebe Geschwister, müssen wir uns die Frage stellen, wer ist mein Vorbild? Abba Sallallahu a.s.w. erklärte, dass die Richtlinie für den wahren Glauben jedes ist, dass er ein Vorbild für dich ist oder das Vorbild für dich ist. So sagte der Prophet Sallallahu a.s.w. keiner ist von euch gläubig, bis seine Neigung dem entsprechen, mit dem ich entsandet wurde oder entsendet wurde. Also, dass meine Neigung der Botschaft des Propheten Sallallahu a.s.w. entspricht, also, dass er dein Vorbild ist. Nun, was sind die Zeichen, Indikatoren, dass jemand ein Vorbild hat? Wie merkst du, ich glaube, das ist mein Vorbild geworden. Erstens, dass du seine Biografie kennst, dass du dich mit seiner Lebensgeschichte befasst und wenn wir uns heute die Muslime anschauen, insbesondere die Jugend und betrachten, mit welchen Biografien und Lebensgeschichten befassen sie sich, dann sehen wir das Ergebnis Fußballer oder andere Sportler, Musiker, Schauspieler und das ist kein Geheimnis. Wie viele Jugendliche kennen viel mehr Fußballer als Sahara, vielleicht oder viel mehr Schauspieler als Propheten oder auch viel mehr Musiker als Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Wer hier nicht erkennt, dass wir eine gewaltige Baustelle haben in der Erziehung, der ist blind, aber nicht seine Augen, sondern sein Herz erblindet, möge Allah die Blindheit der Herzen von uns abschaffen. Hast du dich mit dem Leben des Propheten beschäftigt, alaihissalat wassalam? Schauen wir uns nur eine kurze Zeit an, und zwar die EM vor wenigen Tagen. Und schauen wir uns an, mit wem hast du dich beschäftigt? Mit einem Fußballer oder mit dem Propheten salallahu alaihissalat Dürfen wir nicht mehr über Fußballer reden? Wie oft redest du über diesen Fußballer und wie oft redest du über die Propheten und die Gefährten des Propheten radiyallahu alaihissalat Die Frage war, woher kommt er? Was für eine Nationalität hat er? Wie alt ist er? Wo hat er trainiert? Wie kann man das so lernen? Das ist ja nicht normal. Was für ein Wunder! Hast du das auch gesagt über den edlen Propheten salallahu alaihissalat Wie kann man das so lernen? Das ist doch nicht normal. so ein Vorbild zu sein als Vater als Sohn als Nachbar als Freund selbst als Feind wenn er ist wenn er trinkt wenn er sich anzieht wenn er schläft schläft er auf auf besser bessere Art und Weise in allen Sachen ist ein Vorbild das ist noch nicht normal oder ist nur ein Torschuss nicht normal wo يا جيد جيدة جدا، اذا كنت قلتها بشكلتا، هل افضلت تلك المرهّم ملاك عادة على مربية، فالتَّي يتحدث تجهد من المساعدة، فالتك ده خسارة، ايكا، سوف تابرب، فالتك، لغا، لحسسين معده، انت تجهز مذوا في هذه المنجات، فهمت تجهز على الزران والمعركة، عندما يذهب على المرة يحدث مرة أخرى و كنت يقص على عدد الرسول صلى الله عليه وسلم تعاليه هذا وإنه دائم أبو بكر أجنب أن يجعلنا كما أجنب أن يكون هذا وإنه هذا وإنه هذا أبو علي فرحم الله فعله فرحم الله لكنه يجب أن تكتب فيه أخياناً كان يجب فيه إنه أجنب فيه ولكنه يجب فيه لكن هذا الفسطور لكر عالم ؟ هذا الفسطور لكر عالم هذا الفسطور لكره هو هو ليس ليش건 لك في كل هذه الشوية ولكن المنطج صاحب عالمي والمز MILL hacer؟ فانه إليه لم يحبТ كما تعليم كما تحب العالى كما منك لأنك يا كما فيك كما ص summar بعامقد الكثيرا كما يساعدى مثل إذقائي مصر التيight كما ي س loser الصوم بقول هذا الناس في بعض المضاء هذا الناس في المضاء من أن يكون هذه المضاء؟ هم أنه الجميع الأولىات والحضر؟ وقت يقبل الجزاء الدين اجل أن يلجوى هذا الشعار ولكن الكثير عن المضاء المترجم جيد أن يسمع للمسلم yellow and the footballer يسمع وضعى هناك لأنه لأنه تخذ من الناس ولكنه لا يسمع demás ويبقى الله يترون ويبقى الله يترون ويبقى الله يترون وهي تساوليه الانت مهنة من المتهفتصة وإنه وقال للقناة يقلل في المال وعمل في النهاب في القناة هذا der Muslim ist das dein Vorbild? Oder ist unser Vorbild der Prophet صلى الله عليه وسلم aber der hat gespendet genau dann ist er mit seiner Freundin ausgegangen nach der Spende unser Kompass ist defekt unser Kompass weiß nicht mehr wo Norden und Süden ist unser Kompass im Herzen weiß nicht wo ist die richtige Richtung und egal wo in den Norden Zeitpunkt geht dann versuchen wir es mal hier وقاماً مجدك في الأصدقى وذلك هل هذا المترجم الذي يحل في الأرض لا يزيج الواقع المحطة لكن هذا يزيج الواقع لأنه معي لأنه هم منزلت أصدقى هم من قد يلقى الله أعلم وقاماً ولكنه قد يسيطان ليس لأصدقى حيث أصدقى فى البعض الملونة الأخيرة فى زالة ملونة هم يبعض الملونة العظيمة اللهم والبر رحمان العود عبد الرحمان البرع وكلم يبعض المتعار نخارد القرآن انا يعاني معمال الم targets انا التعامل اشارتنا فى قرأت رمك إذا أعرف أنك تتكام به منه أعرف أنك تتكلم عنه إذا أعرف أنك تتكلم عنه لا يجب أن تتكلم عنه ومن وعندما تتكلم عنه إذا أحاول أنه يحاول أنه أنه ستصار أعلى كيف تخلصت على طرق الإنسان لا ترجم الوقت ولكن لا ترجم الوقت ترجمة ننسي قتل تبقي في جانب الله نصر الإسلام من المسلمين الله نصر من السردين والإقضاء من خدر الدين الله نصر إخواننا في رزة يا رحم ورحمين الله نصر إلى رباتهم عن طالب يا حبي يا قيوم اللهم احفظ شبابنا يا ذا الجلال والكرام اللهم احفظ ضرياتنا من بنين والبنات اللهم حب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكرر إليهم الكفر والفسوق والعسيان واجعلهم من الراشدين وصل لهم والسد المبارك على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين